السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حبايب قلبي طلابي صافي الثالث الاعدائي دي welcome back how are you الحمد لله قفلنا الامتحان بثلاث فيديوهات اول فيديو عملناه للجرامر شرحنا الجرامر بالكامل وكمان احلينا عليه من كتاب الوزارة والحمد لله الناس اللي امتحنت ما خرجش عن الملزمة دي او ما خرجش عن الفيديو ده الامتحان وعملنا كمان فيديو تاني بيتكلم عن الديفناشنز والتعريفات واهم الكلمات وازاي تحل سؤال الكمبليت وبرضو الناس اللي امتحنت الحمد لله كل الاسئلة دي ما خرجش عنها الامتحان واخر فيديو بقى عملناه هو انك ازاي تحل اي ضالب وازاي تكتب باراجراف وكمان ايه هي الدايوكس المتوقعة واللي امتحنوها السنين اللي قبل كده وكمان ايه هي البراجراف المتوقعة السنين دي ان شاء الله بقى نكمل معاكم ازاي نحل الامتحان بشكل كامل وراء بعض وكمان استغلنا فرصة الامتحانات اللي الناس امتحنتها ان احنا نحلها مع بعض عشان ناخد خبرة هو بيفوكس على ايه في الامتحان واحنا كمان نركز عليه ونشوف الامتحان كان جاي ازاي وهل سهل ولا صعب بس الاول بفكرك انك تشترك في القناة لو انت اول مرة بتشوفني وكمان تفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هنعملها ان شاء الله وكمان بنوه على القرص الصيفي اللي هنعمله كورس خاص بالجالي فونيكس او منهج الفونيكس ازاي تنطق الكلمات بطريقة صحيحة زي الامريكان وكمان كورس خاص بالجرامر عشان تتأسس صح للمرحلة او للسنة اللي انت داخل فيها ان شاء الله يساعدني كمان انك تنضم لجروب التليجرام هتلاقي اول لنك اسفل الفيديو عشان امعتلك فيه كل الاسئلة دي او كل الحاجات اللي احنا بنحلها والمذكرات ببعتها بي دي اف بالحل التاحة على الجروب فبيكون تواصل شخصي بينك وبيني مجانا بدون اي مقابل وكمان يشرفني قوي ان انت تشوف الفيديوهات دي لو انت ما شفتهاش برضو هسيب لك لينك المراجعات اسفل الفيديو من غير بقى كلام كتير اول امتحان معينا هو محافظة الجيزة اول سؤال طبعا لديالج وقلنا لازم نقرأ لتايتل كويس جدا احمد و هبة بيتكلموا عن القراءة احمد بيقولها هاي هبة where are you going اين زا انت زا هبة او انت رايحة فين طبعا اتفقنا اني are you بتنزل I am وطالما going يبقى عايز verb ing يبقى I'm going to معرفش بقى هي راحة فين تعالوا نشوف كده السؤال التاني سألها سؤال قالت له yes I like reading برضو اتفقنا اني الاجابة لما تكون yes or no يبقى السؤال بهل هبص على الجملة لقيت I like ده verb عادي فاضي فبحط أنا do من عندي واجيب الجملة من اولها اقول do you like reading هل تحب القراءة فقالت له yes I like reading سألها سؤال قالت لها what kinds of books ما انواع الكتب do you read اللي انت بتقرأيها what kinds of يعني ما نوع ودي قلنا من الكلمات المهمة قوي المفروض ان احنا نحفظ السؤال ده what kinds of books do you read قالت له طبعا I read مثلا أنا أقرأ ممكن أقول comic books historical books يعني كتب تاريخية adventure books كتب مغمرة النوع اللي أنا بحبه من الكتب بعد كده سألها سؤال تاني قالت له I visit the library twice a week أنا بزور المكتبة مرتين في الأسبوع يبقى إذن هي قت رايحة فين فوق يبقى I am going to the library هي أنا ذاهبة إلى المكتبة نرجع بقى للسؤال تاني الرابع السؤال اللي قالت له أنا أزور في المكتبة مرتين يبقى كم مرة اتفقنا اني كم مرة how often وبعد كده بص للجملة visit دفع لفاضي بقول do you visit the library how often do you visit the library قالت له twice a week سألها سؤال قال لها could you recommend me book could you recommend me يعني ممكن ترشحي لكتاب طبعا of course أو sure يعني أي رد أقدر أقوله بالموافقة طبعا وتعالوا نخش على السؤال التاني وهو سؤال الكمبليت عندي language يعني لغة has أو have طبعا طالما لقيت has أو have احنا اتفقنا انه هو هيختبرني بتلاتة على الكلمات ووحدة على الجرامر طالما قال لي have أو has يعيز يختار واحدة بس منهم والتانية اكيد هتبقى out عندي online يعني على الانترنت articles مقالات وقلنا برضو ان الكلمة دي مهمة قوي jobs يعني وظائف تعالوا نقرأ التكست i studied english and the media at university يعني انا درست الانجلش والميديا في الجامة i work as an editor انا اعمل كمحرر i work for an english website يبقى english language website يعني انا بشتغل عند موقع english language موقع لغة انجليزي nowadays يعني في هذه الايام more people read news يعني كثيرا او ناس كتير اوي بتقرأ الاخبار news online طبعا بتقرأ على الانترنت ما بقاش حد يشتري جرائد i like this job انا بحب الوظيفة دي lots of different journalists يعني كثيرة من الصحفيين المختلفين send me there يعني يرسلولي طالما هيرسلولي there هيرسلولي ايه طبعا articles ولا jobs هيرسلولي وظائفهم اكيد مقالتهم يبقى there articles and i to decide طبعا i هتاخد have ولا has i have to يعني انا يجب علي ان اقرر which one are most important اني الاهم it's one or the most interesting jobs واحد او اقصر الوظائف اهتماما وتعالوا نخش على سؤال reading احنا اتفقنا قبل كده ان احنا لازم نقرأ الاسئلة عشان نعرف الباسج بتتكلم عن ايه the energy السؤال الاول the energy الطاقة produced انتكت يعني انتكت او انتكت by the sun is cold بتسمى energy number one is one of the sun suniest countries واحدة من الدول الشمسية suniest الاقصر شمسا يعني في العالم يبقى احنا كده عرفنا الديالك بيتكلم عن الطاقة واني البلاد اللي اكتر شمسا والكلام ده تعالوا بقى نشوف الباسج بتتكلم عن the energy that is produced يعني الطاقة المنتوجة by the sun التي تتم انتاجها عن طريق الشمس ده مبني للمجهول الطاقة هي اللي بتنتج ولا حد ولا هي اللي بينتج عندها اللي بينتج عن طريق الشمس is called solar energy الطاقة الشمسية this is good for the environment جيدة للبيئة because it's renewable يعني renewable يعني متجددة ما بتخلص this means هذا يعني that it comes in natural resources يعني ان هي بتيجي من مصدر طبيعي Egypt has almost nine and a half hours of sunshine every day مصر بقى اقطر واحدة اللي بتستغرج ضوء الشمس عندها اقطر من تسع ساعات ونص كل يوم فدي يعتبر اقطر اقطر نسبة او اقطر وقت الشمس بتبقى على البلد دي يعني الشمس بتكون دايما ساطعة and there aren't usually many clouds وما فيش صحب كتير in the sky في السماء it's one or the sun's sunniest countries واحدة من الدول المشمسة in the world في العالم دي طبعا مصر this is why لهذا السبب egypt is using the sun بتستخدم الشمس to produce energy لانتاج الطاقة بن بن solar park the largest solar farm دي مزرعة اسمها بن بن in africa and one of the biggest in the world وواحدة من الاقبر المزارع اللي في العالم another type نوع التاني of renewable energy من الطاقة المتجددة is wind energy طاقة الرياح there are wind farms you get كمان مزارع للرياح in egypt i like this one in hurghada يعني كمان like this one زيها بالظبط في الغرداء egypt uses a lot of renewable energy مصر دايما بتستخدم الطاقة المتجددة and the government والحكومة want people to use it more عايز الناس تستخدم ها اكتر if we all used more renewable energy لو كلنا استخدمنا الطاقة المتجددة دي it would help us to save our planet يعني ده هيساعدنا ان احنا نحمي كوكبنا طبعا احنا قريدي واخدين الدرس ده قبل كده فالامتحان ده في غاية السهولة يعني يبقى طبعا energy الطاقة اللي بتنتج عن طريق الشمس تبقى solar energy ايه بقى اكتر البلاد المشمسة طبعا egypt the main idea الفكرة الرئيسية للتكس دي sunshine ولا renewable energy from the passage يعني من البسج name two types يعني سمي نوعين of energy that come from natural resources يعني بيجوا من الطبيعة عندنا اثنين solar energy وwind energy طاقة الشمس وطاقة الريح بعد كده summarize the last paragraph يعني ايه summarize يعني لخص اخر paragraph اللي هو الاخير in your own words اللي في كلمات كده بسيطة ليك طبعا اللي هو ايه ان ال renewable energy is important for the world او مهمة اوي للبيئة if we لو احنا used renewable energy لو احنا بنستخدم او use بس renewable energy we will save our planet هن ايه هنحمي كوكبنا السؤال الاخير do you think that Egypt should use a lot of renewable energy هل تعتقد ان مصر يجب ان تستخدم الكسير ونطاقة المتجددة طبعا sure او yes i do برحتي طيب تعالوا ندخل كده على choose is a person who specializes in languages يعني specializes متخصص في اللغات طبعا ده اسمه linguist linguist يعني بيتكلم اكتر من لغة وعنده قابلية او عنده تعليم عالي في اللغات number two when you say the word street يعني شارع this mean a to walk in a road يعني طريق c بحر house منزل sky سماء طبعا road street شارع ده معناها رود طريق the word كلمة gives us the opposite of small يعني بتدينا عكس كلمة opposite of عكس small تاني تاني معناها small يعني مش عكس enormous ياس احنا قلنا في المراجعة enormous او huge او giant كل دول بيساوي very big كبير اوي يبقى طبعا enormous we add number four we add the suffix بنحط the suffix to the verb collect collect يعني جمع to make the noun طبق collector collector اللي هي اخرها er بيتحول لإسم you can't make phone calls يعني متقدش تعمل مكلمات because there is no telephone هيكون no telephone wireless ولا orders ولا gps ولا signal طبعا signal يعني اشارة مفيش اشارة فمش هتعرف تعمل مكلمة the perfect is added to the verb use to means use again اول ما نستخدم حاجة مرة تانية يبقى نحط re قبل الفعل يبقى reuse يعيد استخدام وتعالوا نحل سؤال complete i went to the club after طالما قلنا اول ما نلاقي after او before دول من الروابط اللي بتربط بين جملتين اللي اتنين ماضي واحدة ماضي تام والتاني ماضي بسيط هبص بقى بدل ما ايه معضى لغبة نفسي وafter بيجي وراها ايه و before ولي بيجي وراها ايه الخلاصة كده before و after because و by the time كل دول بيربطوا بين جملتين واحدة ماضي والتانية ماضي تام هو قبليها جات ماضي i went to the club يبقى ده ماضي بسيط يبقى اللي بعدها ماضي تام after i had finished الماضي التام بيبقى هاد زائد التصريف التالت يبقى after i had finished my work يعني انا رحت النادي بعد ما خلصت عملي number two my house منزلي built is around 2000 يعني حوالي 2000 طبعا سنة 2000 دي يعني ماضي يبقى my house was built يعني بني تم بنيه لاني طبعا البيت مش هيبني يبقى was built بنفكرك تاني ان الماضي المبني المجهول في الماضي بيبقى was aware والتصريف التالت بعد كده number three قعدة f if it's hot tomorrow we not احنا اتفقنا اني f نوعين f اللي بيجي وراها مضارع يبقى الناحية التانية well والمصدر f لو جي وراها ماضي يبقى الناحية التانية would والمصدر طب هنا f ايه مضارع it is is ده يعني يكون يبقى الناحية التانية well والمصدر يبقى we الناحية التانية دي اللي هي بعد القمة الجملة التانية يعني هتبقى we will go to the beach لو الجو حر بكرة هنروح الشاطئ number four in the best في الماضي طبعا في الماضي يبقى جملة ماضي بسيط يبقى people used احط الفعل في الماضي number five used يبقى to get paper bags ان هما يجيبوا شنط ورق من السوبر ماركتس هبق told me that her plan هبقى اخبرتني احنا اتفقنا اني اول ما لقي told او that او explained خلق احول على طول الفعل للماضي تبقى left يعني معناها اني هبقى اخبرتني اني طيارتها غادرت left to london that day هذا اليوم واخر سؤال طبعا هو paragraph a person you like most شخص انت معجب به وإحنا اتفقنا اي سيرة ذاتية يجي لك عن شخص اعرف ومعرفوش هنكتب فيه اللي انا قلتلك عليه الفيديو اللي فات واللي already هسيبهولك فيه جروب telegram بفكرك فيه اسفل الفيديو هبعط لك الفيديوهات او الامتحانات دي محلولة وكمان ايه اهم الparagraph لو ما شفتش الفيديو ده لازم ترجع تشوفه صدقني من اهم الفيديوهات اللي هتشوفها قبل الامتحان ان شاء الله وتعالوا ندخل على محافظة تانية محافظة دمياط كانت جايبا لهم الديالوج هودا who bought it for you مين اشترهولك هترد عليها مش عارفين مين بس بعد كده قالت لها your father احنا اتفقنا ان اي جملة وراها علامة تعجب يبقى هي قالت لها كده وهي بتعيد الكلام تاني باستغراب اللي هو معقولة كده يعني فطبعا هتقول لها ايه my father bought it for me او عايز اقول my father واسكت عادي جدا my father فقالت لها your father باباكي سألتها سؤال وقالت لها because i passed my final exam عشان انا انجحت في امتحاني يبقى قالت لها ليه طالما قال لي because يبقى السؤال why وعادي اخد الاجابة صحيحة جدا حتى لو كتبت why بس بعد كده سألتها سؤال تاني قالت لها he bought it last week هو اشتره الاسبوع اللي فات يبقى متى when did اشوف بقى الجملة ماضي يبقى اجيب انا did when did he buy ارجع الفعل الاصله when did he buy it متى اشترهولك طبعا last week سألتها سؤال what do you use it for بتستخدمي لإيه يبقى مثلا i use it for for chatting بستخدموا للشات for calling calling friends عشان اكلم اصدقائي اقدر اكتب اي اجابة انا اصدقى مثلا search on the internet ابحث على الانترنت i use social media استخدم السوشال ميديا ايا كان السبب اللي بتستخدم فيه موبايلك بعد كده سؤال complete will يعني سوف reasonable يعني متجدد fuel اللي هي الوقود want يعني سوف لا يبقى انا اختار حاجة منهم اما will or want recycle يعني يعيد تدوير وطبعا قط يقطع we should do our best to keep يجب ان نفعل افضل ما عندنا to keep the environment عشان نحافظ على البيئة clean نجعلها نظيفة we mustn't يجب رفع في المصدر لا يجب ان down trees يبقى cut down trees because ليه عشان هما they absorb يمتصوا الكربون ديكسايد سيني اكسيد الكربون although we mustn't burn fossil fuels على ايضا although يعنيها ايضا also عفوا لا يجب ان نحرق الوقود الحفري اللي هو fossil fuel to avoid climate change عشان نتجنب تغير المناخ that's why لهذا السبب we should use يجب ان نستخدم energy يبقى طبعا renewable energy طاقة متقددة such as solar energy زي الطاقة الشمس and wind power وطاقة الريح so we able to live in the safe environment but we want ولا we will we will be able to سوف نكون قادرين على ان نعيش في بيئة امنة تعالوا نشوف الريدنج one of the most serious environmental problems يعني واحد من المشاكل البيئية الخطيرة جدا serious معناها خطير that faces that faces our planet التي تواجه كوكبنا today اليوم is climate change تغير المناخ which causes الذي يسبب more floods فيضنات اكثر drought جفاف and the forest fires وحريق الأشجار as a result النتيجة بقى our planet is getting hotter الكوكب بتاعنا أصبح أكثر حرارة and the weather's cleaning والتقس بتاعنا changing عفوا بيتغير كتير there are two reasons of climate change يعني يوجد سببين لتغير المناخ one of them واحد منهم is a natural which is called global warming واحد منهم طبيعي والذي يسمى الاحتباس الحراري the other التاني is created by the man يعني اتعمل أو تم خلقه عن طريق الإنسان when using harmful chemicals اللي بيستخدم الكيميكال المواد الكيميائية المؤذية everyday life في حياته اليومية both reasons يعني السببين دول affect the rise of the earth's temperature يعني يسببوا في رفع درجات كوكب الأرض درجة الحرارة بتاعت كوكب الأرض to reduce لكي نقلل the bad effects of climate change عشان نقلل التأثير السيء اللي عمله التغير المناخ ده we should reduce global warming يجب أن نقلل الاحتباس الحراري طب ازاي by planting more trees عن طريق زراعة أشجار كثيرة and stop using harmful gases ونتوقف بقى عن أو نمتنع عن استخدام الغازات المؤذية وكمان المواد الكيميائية chemicals برضو المؤذية أيضا أيضا we have to use cleaner energy يجب أن نستخدم طاقة نظيفة زي ايه such as مثل solar energy الطاقة الشمسية and start recycling ونبدأ في إعادة تدوير more rubbish القمامة this will help slow down ده سوف يساعد في تقليل climate change تعالوا بقى نشوف الأسئلة the main idea of this passage الفكرة الرئيسية للpassage ده الدراؤت الفيضان الفلودز الجفاف ولا الفيضان ولا الـ solar energy ولا climate change طبعا بيتكلم عن تغير المناخ climate change إيه هو اللي بيقلل الاحتباس الحراري الـ trees animals chemicals fossil fuel طبعا الـ trees هي دي اللي بتقلل reduce يقلل the underlying word them زم دي بتعود على إيه على إحنا قلنا one of them واحد منهم من إيه من الأسباب يبقى reasons من الأسباب اللي بتسبب climate change حتى بصوا بيقول لي إيه both reasons كلتا الأسباب طيب تعالوا بقى ندخل على السؤال التاني أول سؤال مقالي في القطعة بيقول give one reason الديني سبب for climate change لتغير المناخ طبعا قرينا في الباسج من شوية أني تغير المناخ بيسبب floods الفيضان الدراوت الجفاف هو عايز سبب واحد بس how do you السؤال التاني how do you that we can reduce إزاي نقلل bad effect يعني التأثير السيء بتاع climate change طبعا قلنا plant more trees نبني نزرع أشجار كتير summarize that first paragraph of the text is one sentence يعني لخص البراجراف الأولاني في one sentence طبعا بيتكلم عن climate change وإن دا مشكلة فهنقول climate change is one of the environmental problem يعني المناخ أو تغير المناخ واحد من مشكلات البيئة تعالوا نشوف أول سؤال في للتشوز is a natural home بيئة طبيعية أو موطن طبيعي of an animal or plant لنبات أو حيوان ocean school habitat sky طبعا habitat يعني بيئة we should protect our planet يجب أن نحمي كوكبنا similar in the meaning too في نفس معنى كلمة keep safe increase discover طبعا keep لأنه دا فعل فلازم نقول فعل زيه protect يحمي وكيب يحافظ برضو in the past في الماضي we used all the ways of farming كنا بنستخدم طرق قديمة أو لزراعة the antonym of old يعني عكس كلمة old طبعا modern حديث نفسها بقى بالضبط traditional زيها زي old بالضبط طبعا هنا modern we can get the adjective from use لما نحط لها able طبعا use sorry أولاد full طبعا useful بعد كده rewrite your homework يعني قعد كتابك الواجب بتاعك re to mean it again إنك تعمله مرة تانية re بتخلي نعيد الفعل مرة ثانية many people use social media to communicate الناس بتستخدم السوشال ميديا عشان يتوصلوا يبقى زي can aid to each other talk ولا walk ولا play ولا sleep طبعا talk يعني يتكلموا مع بعض تعالوا ندخل على سؤال grammar many new cars يعني عربيات كتير جديدة are make هي اللي بتصنع طبعا تصنع are made أماوي زو are والتصريف الثالث buy robots in factories عن طريق الإنسان الآلي في المصانع do you enjoy playing طالما enjoy بيجوارها verb ing هل تستمتع بلعب البيانو علي will pass the test if he studied أو الملاي if وراها ماضي يبقى would will must يبقى علي would pass كان هينجح في التست if he studied harder لو كان بيذكر أكتر I didn't send the report يعني أنا ما أرسلتش الريبورت التقرير until I had received it بعد حتى استلمت يعني أنا ما أرسلتش التقرير ده إلا لما استلمت إحنا اتفقنا أني until بيجي وراء had والتصريف التالت ولكن بيجي قبليها الماضي من في didn't لازم يجي قبل until ماضي من في samir said me طبعا me يبقى told me إحنا اتفقنا أني told بيجي وراء مفعول لو عايز أقول said يبقى أقول said to ولكن الأفضل told me that he would traveled يعني قال لي لأن ستو بتحول إلى told فطبعا samir told me آخر حاجة البيограф a person you like most يعني باراجراف عن شخص أنت معجب به نفس البياراجراف بتاع المحافظة اللي فاتت واللي برضو تكلمت عنه في الفيديو بتاع البياراجراف مش عايز أطول عليكو أكتر من كده نتقابل بعد كده في امتحانات تانية وبرضو نحلها سوا كمراجعة للناس اللي هتمتحن بعد كده بفكركم بجروب التليجرام واللي ما تفرجش على الفيديوهات اللي فاتت ياريت يتفرج عليها اللينك بتاعها هتلاقيه أسفل الفيديو وما تنساش طبعا اللايك والكومنت يا ولاد طالما تفرجت واستفد ما تنساش تقدرني بلايك وكومنت لأن ده بيعلي الفيديو وبيقصالوا لأكبر عدد من الناس وأنا مش محتاجة غير أني أوصل لأكبر عدد من الناس يستفيدوا من الامتحانات ويدخلوا ويقفلوها ويدعووا لي مش عايزة منكو أكتر من كده شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته